بسم الله الرحمن الرحيم فما معناها حسب النظريات الحديثة في نظرية التوازن تقريبا من أكثر من مئة سنة وشوية وجدوا أن لكل فعل رد فعل مساولة وفي المقدار ومضادر وفي المتجاه فما يأبرز من الجبال للسطح نجد أنه تقريبا من عشرة إلى خمسة عشر ضعف ارتفاعها فوق سطح الأرض عبارة عن جذور في باطن الأرض تمسكها وتحفظ التوازن فتجد الجبال أوتاد والأرض مددناها ثبتت في الأرض هذه بالجبال فالنظريات الحديثة وجدت الآن في جبال هملايا وجدوا أن ارتفاع جبال هملايا تقريبا ثمانية كيلو ولكن وجدوا أن الجذور الموجودة لجبال الهملايا لتحفظ التوازن تصل إلى 144 كيلو لتحفظ توازن جبال هملايا ولكن لازم نشير إلى نقطة مهمة جدا أن كثير من يعتقد أن الجبال هي مسؤولة عن الزلازل بالعكس مثلا عندنا في الدرع العربي جبال السروات ما تحصل فيها زلازل من 2000 سنة أبدا الزلازل بعد إرادة الله تحصل في المناطق المنخفضة والمناطق الضعيفة القريبة من البحر أما المناطق مثل الدرع العربي سمكه 36 كيلو فتجده مقاومة للنشاطات الزلزالية شكرا لكم وفي أمان الله اشتركوا في القناة